اهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد وصلنا الان لفقرة ضيفة تحرير وفيها نصديفة السيد جبران الركلاوي المدير العام لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاقاليم الجنوبية وذلك للحديث عن مصاري التنمية في هذه الاقاليم تزامنا مع الذكرى الخامسة والاربعين للمسيرة الخضراء اذا باسمكم مشاهدين ارحب بضيفة الكريمة السيد جبران الركلاوي الذي ينضم الينا عبر الاقمار الاستناعية من مدينة العيون سيدي اهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا اهلا بك في ضيفة تحرير اذا نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والاربعين للمسيرة الخضراء والناس في الاقاليم الجنوبية تنظر للمنطقة بافتخار واعتزاز من سنة لاخرى نظرا لتطور ملحوظ في جميع القطاعات انتم في الوكالة اليوم كيف تنظرون لوطيرة العمل في تنمية القطاعات التي تشرفون عليها وايضا ما هو المستقبل الذي يمكن ان تستشرفونه من خلال موقعكم على رأس الوكالة اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة كباقي رعاية صاحب الجلالة نحس بالافتخار ولكن ايضا نحس بجسامة المسئولية لما ينتظرنا من برامج ومن انجازات لنرقى الى ما يريده صاحب الجلالة لهذه الاقاليم الجنوبية في هذا السياق وجب التذكير انه منذ المسيرة الخضراء انطلقت مسيرة اخرى على وهي مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية هذه المسيرة مكنت وباستثمارات عمومية جد مهمة الى حدود 2015 مكنت من تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجنوبية كما مكنت من تعزيز البنيات التحتية ومن تأهيل وتطوير حواظرنا ومن وضع اللبنات الاولى للاقتصاد وللاقلاع الاقتصادي هذا الاقلاع الاقتصادي الذي اعطاه صاحب جلالة نصر الله الانطلاق من مدينة العيون من خلال اعطاء الانطلاقة للنموذج التنموي الجديد والذي يهدف اولا الى اقلاع اقتصادي حقيقي من خلال تعزيز تنافسية الاقاليم الجنوبية لتجلب الاستثمارات ولتجلب الرخاء ولتجلب مناصب الشغل وايضا من خلال تغيير المحددات المؤسساتية بربطه الوثيق بالجهوية الموسعة وعليه فرهانة المرحلة القادمة هي مزيد من الاستثمارات للفاعلين الخواص والفاعلين المؤسساتيين وهي العمل جميعا لانجاح هذا المسلسل لما فيه خير رعاية صاحب جلالة نعم سيدي الوكالة تعمل على تحقيق كما تفضلت الاقلاع الاقتصادي للمنطقة عبر تنمية الموارد البشرية وخلق بيئة حاضنة للاستثمار سواء كان استثمار محلي او حتى اجنبي كما تعلمون لهذه المنطقة خصوصيتها سواء من حيث الموارد البشري او حتى من حيث الموارد الطبيعية وهنا نستحضر ايضا كما تفضلت قبل قليل الرؤية الملكية الخاصة بجعل المنطقة قطبا اقتصاديا على المستوى المحلي والقاري وحتى العالمي عبر نموذج تنموي طموح كيف يتم التوفيق بين خصوصية المنطقة في هذه الجوانب وايضا الطموحات الخاصة بتنميتها وتشريع الاستثمار فيها كما تعلمون فالجهة تقع في فضاء ايكولوجي يمتاز بقحالة المناخ ويمتاز ايضا بصعوبة الظروف الطبيعية غير ان هذا لم يقف في وجه المجهودات التنمية التي بالمناسبة لم تقم بها الوكالة وحدها بل قم بها جميع الفاعلين قم بها جميع الفاعلين في شتى الميادين ومن هذا السياق تبقى معادلة التنمية في الاقاليم الجنوبية هي الرقي بهذه الاقاليم لتجلب الاستثمارات الخاصة سواء كما قلتم الوطنية او الاجنبية بشكل عام خصوصا وان موقعنا الجغرافي في هذه الجهة يجعلنا بوابة افريقيا ويجعلنا صلة وصل بين المغرب بل وبين اوروبا وافريقيا وبالتالي هذه الجهة مؤهلة بشكل طبيعي ان تلعب هذا الدور المحوري في التبادلات وفي تعزيز التعاون مع عمقنا الافريقي ولكن ايضا مع باقي دول المعمور اولا لما تزخر به من مؤهلات بشرية هذه المؤهلات التي سيتم تعزيزها من خلال القطب الجامعي الذي سيتم احداثه في اطار النموذج الجديد وهنا لا بد من التذكير بان النموذج الجديد يتضمن مجموعة مشارع مهكلة والذي يصل كما تعلمون المبلغ المخصص الى 85 مليار وفي هذه الجهة يصل المبلغ الى 44 مليار 44 مليار التي تخص 270 مشروع ولكن دعنا نتحدث شيئا ما عن المشارع المهكلة القطب الجامعي كلية الطب كلية المتعددة الاختصاصات التي توجد حاليا في السمارة النواة الجامعية الموجودة على مستوى الدخل وايضا القطب التقني الذي سيتم انشاؤه وكل هذا بهدف خلق جامعة متكاملة والهدف هو تعزيز كفاءات الموارد البشرية لانه إذا جاء المستثمر الخاص سيحتاج الى موارد بشرية علاوة على هذا فالعرض فيما يخص التكوين المهني من خلال مدن الكفاءات والمهن التي ستكون على مستوى الجهات الثلاثة تتساهم في هذا العرض هذا فيما يخص المكون البشري والعامل البشري العامل الثاني هو الولوجية فالطريق السريع الطريق السريع الأطلسي الذي كما تعلمون سيهم مسافة تمتد ما بين الدخل وتزنيت بحوالي 1111 كم سيمكن من ولوج السلع والأشخاص والاستثمارات كما أن هذا يعزز البنيات التحتية الموجودة في الأقاريم الجنوبية من مطارات ومن موانئ وسيتعزز العرض المينائي والانفتاح على الآخر على العالم بشكل عام من خلال المشروع الكبير للميناء الأطلسي الذي سيحدث على مستوى الدخلة هذا من جهة ثانية من جهة ثالثة ربط جهة الدخلة بالخط الكهربائي على مستوى الوطني سيعزز ما يقام حاليا من مشاريع طموحة وكبيرة جدا في الطاقات المتجددة مجمل القول أننا الآن نؤسس للغد نؤسس أن نمر من نواة اقتصادية استثمارية على مستوى الأقاريم الجنوبية التي تعتمد حاليا على الصير البحري على الفلاحة على السياحة على الطروات المدنية إلى آخره إلى إقلاع مهم يرتكز على جميع هذه المؤهلات نعم مستاذ جبران سنعود وإياك بالتفصيل ربما إذا سمحت لي من خلال بعض الخطوات التي أقدمت عليها الوكالة فيما يخص النشاط الاقتصادي لساكنة الأقاريم الجنوبية وتنمية بعض القطاعات الهامة والهامة جدا والمرتبطة بالمواطن هناك في أقاريمنا الجنوبية ولكن قبل ذلك تحدثت قبل قليل عن استثمار في المورد البشري وهذا أمر جميل من خلال إحداث مراكز للتكوين كلية للطب إلى غير ذلك وهذا ما يؤكد أن المغرب يستثمر في الإنسان في أقاريمه الجنوبية قبل كل شيء قبل تلك البنيان والعمران الخاص بقطب اقتصادي هام جدا لأن الإنسان من يبني اليوم أنتم في الوكالة وكل من يسير الشأن العام هناك في الأقاريم الجنوبية وكأنني به تلقى هدية هذه الهدية نستحضرها اليوم من خلال الحراك الدبلوماسي الذي عاشت على وقعه الأقاريم الجنوبية في السنة الأخيرة وآخر الغيث كان افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة لتمثيلية دبلوماسية لها في العيون كيف يساهم هذا في الرفع من أداء الوكالة في المجالات التي تعمل بها خاصة أن الحضور الوازن لهذه التمثيلات الدبلوماسية يعني لا يقتصر فقط على الفعل السياسي والدبلوماسي ولكن يتعداه إلى ما هو اقتصادي فاليوم أنتم أمامكم ربما رقع جغرافية مختلفة انفتحتم عليها من خلال حضور الوازن لهذه التمثيلات الدبلوماسية في الأقاريم الجنوبية شكرا جزيلا اسمحوا لي في البداية أن أركز على نقطة مهمة فيما يخص البعد المؤسساتي فالوكالة ليست الفاعل الوحيد في الأقاريم الجنوبية والنموذج الجديد كما قلت سابقا يرتبط بالجهوية الموسعة والفاعل الأساسي والمحرك الأساسي حاليا للتنمية على مستوى الأقاريم الجنوبية هي مجالس الجهات كممثلة شرعية للساكنة وهي من تحدد البرامج هي من تصهر على تتبعها وهي من تصهر على إنجازها فعلا بوجود مؤسسات الدولة ومنها الوكالة منها السلطات العمومية والإدارة الترابية منها القطاعات الوزرية أما فيما خص سؤالكم سيد الكريم فالحضور الدبلوماسي والإشعاع الدبلوماسي ما هو إلا تتويش لما قام به المغرب على المستوى التنموي وعلى جميع المستويات وجميع الأصعداء والتي لها أصحاب اختصاصها وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة فهذا الانفتاح وهذا الشكل من الحضور الدبلوماسي سيمكننا من تعميق التعاون مثلا على المستوى الإفريقي هذا يعطي مدلولا حقيقيا لما نادى به صاحب الجلالة ولتعليمته من جعل هذه المنطقة وهذه الجهات صلة وصل مع إفريقيا حيث أن تواجد إخواننا الأفارقة سيمكننا من تطوير برامج تعاون جنوب جنوب من تبادل خبرات خصوصا أن المجالات الإيكولوجية تتشابه وأيضا من تعزيز التواجد للمستثمرين على مستوى هذه الجهات وتعزيز التبادل الثقافي لما له من أهمية وخصوصا مع المجال الذي يتشارك معنا في مجموعة من المكونات التي تقاصمها مع أبعاد ومكونات الثقافة المغربية بما فيها الثقافة العسانية أما فيما يخص الأشقاء في الإمارات والذين بهذه المناسبة أشكرهم باسمي أولا كمواطن وثانيا كمسؤول لحضورهم ولمشاركتهم في هذا الزخم الدبلوماسي فلا ريب نظرا لطبيعة العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المغربية على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى تبادل الخبرات وعلى مستوى التعاون التقني والثقافي والاقتصادي فلا ريب بأن هذه الخطوة ستمكن من أولا جذب مستطمرين من هذه البلدان الشقيقة ثانيا تبادل التجارب لأن كما تعلمون يتعلق الأمر بنفس إشكاليات التنمية في كل البلدين حيث أن هناك مشكل المناخ والندرة المياه هناك مشكل الطبيعة الصحراوية للمجال وبالتالي نحن جد متفائلين أننا سنبني جميعا إن شاء الله مجالات متعددة للتعاون ولتبادل الاستثمارات ولتنمية بلدينا بشكل عام وهذه المنطقة بشكل خاص بتوجيهات من قيادة الإمارات ومن بلجياته الأخرى وبتوجيهات من صاحب جلال نصره الله وإيده نعم يعني سيد جبران إقامة مناطق حرة في المنطقة أيضا بدوره ساعد على جلب الاستثمارات ولكن أيضا أدى إلى ثقة من طرف المستثمر لبعض الامتيازات التي توفرها هذه المناطق أين وصل هذا الورش وهل أنتم ماضون في تطويره سيد الكريم أصحح يتعلق الأمر بمناطق صناعية كمرحلة أولى وبمناطق للخدمات والهدف هو توفير أرضية جلب الاستثمار سأعطي مثالا ولله الحمد مثلا في مدينة بوجدور المنطقة الصناعية التي تم إنجازها بموازات مع الميناء على مستوى المدينة حاليا عليها إقبال كبير وهناك مستثمرين شرعوا في استثماراتهم فيما يخص تثمين الثروات السمكية أمثلة شتى أيضا على مستوى الدينامية التي تعرفها الأقالم الجنوبية في القطاع السياحي في القطاع الفلاحي سواء على مستوى مدينة الداخلة أو إقليم نجية ود الدهب أو على مستوى إقليم بوجدور أو الأقالم الأخرى علاوة على الاستثمارات التي تهم فضاءات أخرى أو عفوا مجالات أخرى وخاصة مجال الطاقات المتجددة والذي يعتبر مجالا جد واعد والذي سيسمح إن شاء الله بتطوير المنطقة وتحسين موقعها في إنتاج ولما لا لتصدير الطاقات المتجددة نعم يعني منذ عام 2015 انطلق النموذج التنموي الخاص بالأقالم الجنوبية هذا النموذج هم عدد كبير جدا من القطاعات التي لها علاقة وطيدة بالمواطن هناك أقصد تحديدا قطاع الفلاحة والصيد البحري نظرا لأن النشاط التجاري لعدد كبير من الساكنة يتمحور حول هذا القطاع وتفضلت وتحدثت عن المناطق الصناعية في العيون مثلا ومحاذاة العيون مدينة المرصى فيها أيضا مناطق صناعية خاصة بما يتعلق بالصيد البحري وأمور أخرى اليوم كيف يمكن تطوير هذه القطاعات على وجه الخصوص وكيف انعكس أيضا الغلاف المالي الهام جدا الذي روصد لها من خلال النموذج التنموي على نشاطات الساكنة تطورها انفتاح الساكنة والشركات التي تعمل هناك على أسواق جديدة ربما وتطوير الناتج المحلي في المنطقة شكرا جزيلا على هذا السؤال القيم الانعكاس على الساكنة بمعنى المواطن هو في صلب الاهتمام فيما يخص النموذج الجديد يتجلى على المستوى الاجتماعي وعلى المشتوى الاقتصادي أيضا فعلى المستوى الاجتماعي مثلا حاليا تجاوز إشكالية دور الصفيح على مستوى الأقاليم الجنوبية بشكل عام على مستوى الولوج إلى الخدمات الأساسية على مستوى التعليم إلى آخره من الميادين وعلى المستوى الاقتصادي اسمحوا لي أن أذكر برقم بسيط ألا وهو الدخل الفردي أو المنتوج الداخلي الخام بالنسبة للفرض على مستوى مثلا جهة العيون هو الأول في المغرب حيث أن هذا المنتوج الداخلي الخام للفرض هو يعادل 90880 برقم المستوى الوطني المعدل هو 30.500 لأساسي هو أن نسبة التطور الاقتصادي سنويا من 2001 إلى 2017 هي في حدود 12.7 مقابل 3.5 بالنسبة للمعدل الوطني هذا يعني أن هناك دينامية اقتصادية وأن هناك قطاعات واعدة وجد مهمة ستساهم في الإقلاع الاقتصادي الحقيقي وفي زيادة الاستثمارات ذكرتم قطاع الصيد البحري قطاع الصيد البحري قطاع جد مهم وحاليا دولة أو منذ 75 دولة قامت باستثمارات جد مهمة في هذا القطاع وخلقت الأرضية للاستثمار كذلك الشكل بالنسبة للقطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى أيضا نعم أستاذ جبران يعني سأنطلق من خصوصية المنطقة مرة أخرى لنعرج على مجال آخر يتعلق الأمر بالظروف الطبيعية في المنطقة وهنا نعلم بأن العالم كله يشتكي من التغيرات المناخية وبالتالي زادت نسبة التصحر الشح في الموارد المالية أنتم في الوكالة كيف تعكفون على رسم سياسات ربما تتأقلم مع الواقع المعاش ولكن تحد من هذه الإشكاليات التي تنعكس بالسلب للأسف على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة السؤال يتجوز الوكالة ويعني جميع الفاعلين كما قلت سابقا الغريب في الأمر أن هذه المنطقة كانت أولى ضحاية تغيرات المناخية في التاريخ كانت منطقة خضراء تعرف وحيشا إلى آخره غير أنه حاليا يمكن أن نعطي مثالا على هذه الإشكالية بأم الإشكاليات في الأقالي من الجنوبية ألا وهي إشكالية الماء وفيما يخص إشكالية ندرة المياه حاليا تقوم السلطات العمومية من خلال القطاعات المختصة بتقديم حلول ناجعة في هذا الشأن سواء تعلق الأمر بتحلية مياه البحر أو تعلق الأمر بإعادة استعمال المياه العادمة وقد تشرفنا في هذه المنطقة بتدشين صاحب جلال نصر الله في زيارة الآخرة لجهة الداخل لوحدة لمعالجة المياه العادمة والتي تعتبر وحدة من الجيل الثاني ومثل هذه الوحدات متواجدة في المنطقة وسيمكن إن شاء الله في القريب من استعمال المياه العادمة كما قلت تحلية المياه وربطها بتطوير القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الفلاحة ونموذجاً المشروع المهم الذي يوجد على مستوى الدخلة سيمكن من تحويل هذه الإكراهات إلى فرص للاستطمار وإلى فرص لإنتاج الثروة على مستوى هذه الأقاليم علاوة على هذا كان مجموعة الإشكالات فيما يخص زحف الرمال فيما يخص تصحر وهذه الإشكالات في بعض الحالات تجد أجوبتها ليس في المجال ولكن في شمال المجال أعطيه مثلاً بسيط فبرامج تطوير الواحات على مستوى قلمين هي آلية للحد من زحف الرمال ولمواجهة التحولات المناخية كما أن لمواجهة التحولات المناخية له حلول أخرى على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفي هذا الباب يجب التذكير بأن السلطات العمومية بشكل عام المنتخبين أيضاً والوكالة أيضاً كفاعل تقوم في هذا الباب بإنجاز مجموعة مشاريع لتحسين الدخل بالنسبة للفئات الهشة للشباب للنساء وذلك في إطار برامج صديقة للبيئة سواء تعلق الأمر بطاقات المتجددة أو تعلق الأمر بتقنيات لاستغلال المياه أو غيره من التقنيات لأنه كما نعلمون لما نوفر الدخل ينخفض الضغط على المحيط الإيكولوجي وبالتالي نساهم بشكل غير مباشر في مواجهة هذه المتغيرات المناخية نعم كل نهضة حقيقية على مستوى الاقتصاد هي تهدف إلى الرقيب الشأن المحلي وأيضاً تقديم خدمات أساسية ضمنها وكفلها الدستور للمواطن كيف هي مؤشرات ولوج المواطن هناك في الأقاليم الجنوبية للخدمات من صحة إلى تعليم إلى محو أمية إلى تكوين الموارد البشرية إلى غير ذلك يعني أكيد أنها كلها تصب في هذا المجال ما يقدم من خدمات وما يرسخ ربما من سياسات تنمويتهم الأقاليم الجنوبية سيد الكريم نسبة الولوج إلى الخدمات الأساسية هو ثمرة للمجهودات التي قبت بها جميع القطاعات وجميع الفاعلين وساهمت بشكل كبير في تحسين هذه المؤشرات على مستوى الجهات الجنوبية الثلاث ولنبقى مثلا في جهات العيون حاليا هي الجهة الأولى بالنسبة لسنوات التمدرس وهي الجهة الأقل نسبة للأمية على المستوى الوطني كما أنها تعتبر الجهة الثانية على المستوى الوطني فيما يخص محاربة الفقر حيث كما تعلمون نسبة الفقر في هذه الجهة هي 1.7 والمعدل الوطني هو 4.5 كما أن نسبة الولوجية إلى الخدمات الأساسية من كهرباء وماء صالح للشرب وتطهير سائل وغيره من الخدمات الأساسية تضع هذه الجهات الثلاث في المراتب الثلاثة الأولى على المستوى الوطني وتعكس ما تم القيام به من مجهودات وهنا أسمح لي أن أقدم رقما بسيط هو أنه قبل النموذج التنموي الجديد قبل 2015 تم رصد 1.5 مرة من المبلغ المرصود على المستوى الوطني ما يعني أنه إذا رصد 100 درهم على مستوى الجهات الأخرى فهنا رصد 150 درهم هذا يبين أن المجهودات كانت جبارة وهذه المجهودات كانت جبارة لأنه كان لا بد من القيام بها لأن المؤشرات قبل 75 كانت مؤشرات ضعيفة جدا لا تسمح بالإقلاع الاقتصادي لهذه الجهات ولا تمكن من توفير الظروف العيش اللائقة لرعاية صاحب الجلال المصر والله مجمع القول أن جميع المؤشرات الحالية الاجتماعية والاقتصادية حاليا هي مؤشرات جد إيجابية وكما قلت هي ستسمح لنا من خلال البرنامج الجبار اللي هو 85 مليار نموذج جديد ستسمح لنا بأن نحقق الإقلاع الاقتصادي وأن نموقع هذه الجهات بقدرات هذه الجهات بقدراتها التنافسية في المراتب الأولى إن شاء الله احتى اقتصاديا مشغل اجتماعيا وإلى آخره يعني يختار مستوى جلب الاستثمارات نعم مستد جبران تحدثت من خلال هذه الحلقة عن أن هناك عمل تقوم به الوكالة نعم ولكن هناك هيئات أخرى هي الأخرى تقوم بمجهودات جبارة في مجالات متعددة سواء تحت مظلة الجهوية الموسعة أو تسير الشأن المحلي في الأقاليم الجنوبية من مجالس جماعية بلديات وأيضا ممثلين في المجالس التشريعية اليوم هل تعتمدون على مقاربة تشاركية مع فاعلين قد يكونون في قطاع بعيد عن التمثيلية السياسية قد يكونون في المجتمع المدني من مؤسسات تعنى بالشأن المحلي في جميع المجالات كانت اقتصادية تنموية ثقافية إلى غير ذلك سياحية أيضا هل هناك مقاربة تشاركية في عملكم مع هذه الأطراف سيدي الكريم دعوني أذكر بأن تتحدثنا عن التنمية بالأرقام في الأقاليم الجنوبية ولكن إذا سمحتم أن أتكلم قليلا عن الجانب المؤسساتي تفضل الجانب المؤسساتي وجب التذكير أنه مباشرة بعد المسير الخضراء أحدث صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني أحدث القطاع الوزاري المكلب بالشأن الصحراوية وحينها كان التدخل تدخل إدارات وتدخل بنوع من لا أقول المركزية ولكن كان من الضروري التدخل بنوع أفقي شامل إلى آخره المرحلة الثانية هي 2002 الزيارة الملكية الميمونة لجهة العيون ولمدينة العيون حيث أعطى صاحب جلالة تعليماته لإحداث وكالة الجنوب الغاية من وراء إحداث وكالة الجنوب هو ما تفضلتم بقوله بالضبط هو العمل في إطار شراكات مع القطاعات الحكومية مع المنتخبين ومع المجتمع المدني ودعوني هنا أذكر أنه منذ البداية على مستوى الوكالة اعتمدنا مقاربة عاقدية ترابية مندمجة ومدمجة ما أريد أن أقوله هنا في هذا الإطار أن هناك برامج مندمجة تدمج جميع فئات المجتمع ولكن أيضا هذه البرامج تدمج جميع الفاعلين في إطار تحقيق التقائية السياسة غير أن هذا الأمر تم تطويره مع النموذج الجديد حاليا الفاعل الأساسي كما قلت هو الجهة ونحن طبعا في إطار عملنا نعمل مع جميع الفاعلين دعوني أعطي مثالا بسيط فيما يخص تتبع النموذج الجديد هناك لجنة جهوية وهناك لجنة وطنية وهناك حضور لجميع الفاعلين مع موقع متميز للمنتخبين أعتذر سي جبران عن المقاطعة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لك جبران ركلاوي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبي شكرا جزيلا شكرا لك على الحضور شكر موصول لكم مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من ضيف التحرير لكم أجمل تحية إنما كنتم ونلتقي بعد دقائق من الآن في نشرة الأهمي وآخر الأخبار تفضلوا بالبقاء معنا